السلام عليكم ورحمة الله أخوكم محب منصور من فريق البقاء الهندسي رح نشرح مادة إلكترونيات واحد نبلش على طول في أول موضوع اللي هو السيمي كونداكتور منحكي فيه عن شبه الموصل طبعا أشباه الموصلات دائما ننتج عنها العناصر الإلكترونية طبعا هذا الموضوع فهم على حفظ يعني يعني فيش في حل أو إشي زي هيك كلياته بتقدر تحكي يعني يا بتحفظو يا بتفهمو فبدي أعرف أنه شبه الموصل بنتج عنه العناصر الإلكترونية اللي هي زي الترانزيستور أو الدايود أو إلى آخره في شوية معلومات مننا نعرفها يعني عندي هسا في الذرة لما يكون في آخر مدار من إلكترون إلى ثلاث إلكترونات الذرة هاي بتفقد هاي الإلكترونات يعني إذا فيه إلكترون أو إلكترونين أو ثلاث إلكترونات في آخر مدار في الذرة بتفقد هاي الإلكترونات وبتصير الذرة عبارة عن آيون موجب طيب إذا عندي في آخر مدار في الذرة خمس إلى سبع إلكترونات الذرة بتصير تدورة على إلكترونات تكسبها في هاي الحالة وبتصير أيون سالب إذا عندي في آخر مدار أربع إلكترونات واللي هي يعني الحالة الأهم اللي رح نكون بنين عليها كل المادة إذا كان عندي آخر مدار فيه أربع إلكترونات الذرة بتصير تدور على ذرة ثانية تتشارك مع هاي الإلكترونات بتكون عندي رابطة تساهمية اكويفلنت بانت آخر مدار لازم يكون فيه ثمن إلكترونات عشان يكون العنصر مستقر يعني زي ما حكينا هون من واحد إلى ثلاث بفقد من خمسة إلى سبعة بكسب إذا أربعة بدور على إشي عنده أربعة عشان يصير ثمن إلكترونات ويستقر تمام حسهان أما حكينا آخر مدار بدنا نعطي تعريف أنه تسمى إلكترونات آخر مدار إلكترونات التكافؤ اللي هي إكويفلنتس إلكترونز كل ما أقرب هاي كمان معلومة كل ما أقرب إلكترون من الذرة قلت طاقته كيف يعني؟ يعني عندي هون مثلا عنصر بي عندي هون إلكترونين عندي هون أربع إلكترونات عندي هون ثمن إلكترونات تمام؟ هسه أنا قاعد بحكي عن إلكترونات الإلكترون شحنته سالي بكل آياتنا بنعرفها طب الظرة جواتها شو بكون في عندي؟ بكون عندي بروتونات ونايترونات النايترون متعادل البروتون شحنته موجبة تمام؟ هسه المعلومة هاي بتقول لي كل ما أقرب الإلكترون من نوا هاي بتقل طاقت الإلكترون لماذا بتقل؟ لأنه عندي الإلكترون سالب زي ما حكينا والبروتون اللي جوى الذرة هاي بكون موجب فالإلكترون هاي اللي بيكون على أول مدار طاقت التجاذب بينه وبين البروتونات اللي جوى النواة بتكون يعني طاقت التجاذب أكبر من الطاقة بين مثلا الإلكترون هاي منها فالطاقة تبعة الالكترون هاد بتكون أضعف لأنه البروتونات هاي شديتها أكثر ما هي شاد الالكترون هاد بتمنى تكون وصلت نيجي على ثاني موضوع الانيرجي ليبلز اند انيرجي باند عندي المواد بتتكون من مواد موصلة وعازلة وشبه موصلة أنا أهم إشي عندي المواد الشبه موصلة نيجي نحكي هسا عن المواد الموصلة الكونداكتورز لما أجي أرسم الباند تبعتها عندي الفيرنس باند والكونداكشنس باند هاد نطاق توصيل هاد التكافق اللي عرفناه هسا هون اللي هو آخر مدار في الذرة هاي هون مثلا عندي هاد الفيرنس باند المدار الأخير اللي فيه آخر إلكترونات تمام هسا هاد الباند اللي فوق داع التوصيل هو الباند اللي مسؤول عن توصيل التيار الكهربائي تمام هسا هون في المنطقة هاي بيجي إشي اسمه الفوربيدينج باند النطاق المحظور أو المحرم هسا هاد بيجي دايما بين النطاق التكافق ونطاق التوصيل طبعا في المواد الموصلة للكونداكتورز ما بيكون موجود عندي فوربيدينج باند بيكونوا متداخلات يعني إلكترونات الفيرنس باند نفس هاي إلكترونات الكنداكشن باند ما في بينهم ولا إشي هاي المنطقة مسكرة يعني زي أكنهم نطاق واحد نيجي على المواد الشبه الموصلة السيمي كونداكتور عندي أما أجي أمثلها في الرسم نفس الإشي هاي التكافؤ هاي التوصيل وفي عندي بيكون النطاق المحظور الفوربيدينج باند بس بيكون يعني المسافة بين هاي وهاي تقريبا واحد إلكترون فولت يعني مسافة كثير قليلة بيكون شبه موصل يعني إلكترونات مرات بتوصل مرات ما بتوصل نيجي على الحالة الثالثة اللي هي المواد العازلة بيكون عندي الفرق بينها وبين السيمي إنه بس الفوربيدينج باند بيجي أكبر كبير نسبيا من ثلاث لثمانية إلكترون فولت كبير نسبيا كيف يعني أما تيجي تقارنه في السيمي يعني هذاك واحد إلكترون فولت هون من ثلاث لثمانية هاي الأرقام مش للحفظ يعني بس للتوضيح هيك بس هي أرقام حقية يعني إنه فعليا بالإنسلتور للمواد العازلة بيجي من ثلاث لثمانية إلكترون فولت وفي السيمي بيجي تقريبا واحد إلكترون فولت عندي نطاق التوصيل اللي هو هاذ الكوندكشن باندز هو نطاق طاقة أعلى من نطاق طاقة التكافؤ هاي التكافؤ هذا أعلى منه بيحكي لك في التعريف وبيحتوي على إلكترونات التوصيل اللي هي اللي بتوصل للتيارات التيار الكهربائي يعني free إلكترونز فيه تمام نجعل forbading band النطاق المحظور بيحكي لك تعريفه أنه هو الفرق في الطاقة بين valence band والconduction band يعني forbading band اللي هو بيجي الفرق بين هاي وهاي بشكل عام كيف رسمة الenergy band بيجي عندي هون أول إشي energy band energy band 2 قد ما يكون عندك النطاقات من الطاقة بترسمهم آخر إشي بيصير عندي التغير دائما طبعا بين الenergy band والenergy band اللي بعديه energy gap فجوة في الطاقة بيجي فهاي أول فجوة هاي ثاني فجوة بظل أعطي فجوات وenergy band لحد ما أوصل إيش آخر مدار valence band بيجي برضو بينه وبين الenergy اللي تحتيه برضو energy gap بس بصفي عندي بين valence band والconduction bands forbading band يعني بين نطاق التكافؤ ونطاق التوصيل عندي نطاق اسمه المحظور المسافة بين هاي وهاي اسمه النطاق المحظور تمام هسا عند اكتساب طاقة في ال valence هاي ال valence التكافؤ أما أجي أعطيه طاقة مثلا أعطيته ضو أو حرارة حكينا هاذ الباند اللي بيجي فيه الكترونات آخر مدار يعني هون فيه electrons سوالب لما أجي أعطيه طاقة شو بصير الالكترون هاذ بتحرر عن طريق الطاقة هاي وبطلع عن نطاق اللي فوقه نطاق التوصيل فهون أما يوصل عن نطاق التوصيل زي أكنه تحرر من الذرة يعني البروتون بطل يجذبه فأما يوصل هون بصير عندي عبارة عن free electron free electron اللي هو المسؤول عن تكوين التيار الكهربائي تمام فلما أحط طاقة هون في ال valence band الالكترونات هاي بتتحرر بتطلع على ال conduction band طيب لما ييجي هون يخسر طاقة يعني الالكترون اللي هون يخسر طاقة ايش بصير برجع بنزل على ال valence band طبعا نسيت أحكي المعلومة هاي الالكترون هاذ بس يتحرر ويطلع على ال conduction band بترك محله اشي اسمه فجوة hole طبعا ال hole هاي بتكون موجبة تمام وبطلع بصير free electron هسا لما ييجي يفقد هون الالكترون برجع باتحد مع ال hole هاي عملية إعادة اتحاد برجع الالكترون باتحد مع ال hole طبعا المسؤول عن حملة تيار الكهربائي او تكون التيار الكهربائي يعني المعلومتين هدول صحيحات يا بحمل لي التيار يا بكون لي التيار اللي هو الفجوات هاي ال hole والالكترونات الفري هاي تمام هم المسؤولات عن يا إما حمل التيار الكهربائي يا إما تكوين التيار الكهربائي تمام هسا عندي التيار الكهربائي الناشئ عن التكافؤ والفيلانس باند المسؤول عنه ال hole وهون في نتاق التوصيل ال conduction باند المسؤول عن تكوين التيار الكهربائي الالكترونات هسا عندي في السيمي كونداكتور اللي هي المواد الشبه الموصلة المواد اللي منستخدمها اللي هي السيليكون ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو كيف يعني أكثر استقرار؟ يعني بتحمل حرارة أعلى بتحمل ضغط شغل أكثر حتى يتلف فبتحمل أي شيء ما بتحمله الجرمانيوم طبعاً شو سبب هذا التحمل؟ هسا كيميائياً عما تيجي بدك تفسرها أنه السيليكون عنده 14 إلكترون والجرمانيوم عنده 32 إلكترون هسا لما نيجي بدنا نرسمها أول إشي السيليكون بأخذ هون 2 إلكترون في أول مدار ثاني مدار بأخذ 8 إلكترون ثالث مدار بأخذ 4 إلكترون طبعاً نلاحظ أنه آخر إشي فيه 4 بتشارك يعني هاي المواد الشبه الموصلة الجرمانيوم بأخذ أول إشي 2 إلكترون بعديها 8 إلكترون بعديها بأخذ 18 إلكترون وآخر إشي بأخذ 4 إلكترون تمام؟ هسا السيليكون بالنسبة للنواة اللي هون هدول سالب وحكينا هون فيه بروتون موجب وهون فيه بروتون موجب وهدول سوالب الإلكترونات هسا السيليكون بده حرارة أعلى وطاقة أعلى عشان يتحرر لأنه الطاقة اللي هون حكينا كل مكان أقرب للنواة كل مكان طاقة الإلكترون أقل هسا هان الأربع إلكترونات هذول الطاقة اللي فيهم أعلى من الأربع إلكترونات اللي هون لأنه هون تطلع واحد اثنين ثلاث أربعة أربع مدارات هون واحد اثنين ثلاث مدارات وهون أربع مدارات فالإلكترونات اللي في الجرمانيوم بدها نتفى الطاقة وبتتحرر يعني بدها شوية حرارة وبتتحرر هان بده حرارة أعلى بده طاقة أعلى ليتحرر فعشان هي بتحمل السيليكون أكثر من الجرمانيوم لأنه بده طاقة أعلى لتتحرر الأربع الإلكترونات اللي هون بتمنى تكون وصلت نيجي على أشباه الموصلات الشائبة الأمبورنك لا شو أمبورنك إذا أنا مش فاهم أخطي الله يعينكو أشباه الموصلات الشائبة حس أنا شبه الموصل اللي عندي السيليكون أو الجرمانيوم بكون نقي باجي بجيبه وبحط عليه شوائب ليش بحط عليه شوائب بزيد من موصليته لما أضيف عليها الشوائب إذا متذكرين في الكيميا المحلول الكهرالي والشغلات هاي إنه لما أضيف شوائب لإشي معين بيور موصليته بتزيد فأنا بضيف شوائب لأشباه الموصلات هاي عشان أزيد موصليتها في عندي عملية اسمها الدوبينج اللي هي إضافة إضافة شوائب للي بيور سيميكون داكتور يعني عندي سيليكون نقي أو جرمانيوم نقي بجيبه بحط عليه إمبيوريتي شوائب هاي معناها شوائب باجي بحط عليه النقي هذا السيليكون أو الجرمانيوم بحط عليه شوائب بسمي هاي العملية في الدوبينج ليش بحط عليه شوائب عشان أزيد موصليته هسا بهاي العملية بصير عندي نوعين النوع الأول البي تايب النوع الثاني الان تايب البي تايب اللي هو البوزيتف الان تايب اللي هو النكتف تمام هسا متى بصير بوزيتف تايب العنصر هاذ لما أضيف له تري فييلنس إلمنت يعني لما أضيف له عنصر ثلاثي التكافؤ يعني في آخر مدار عنده ثلاث إلكترونات لما أضيفه لشبه الموصل الجرمانيوم أو السيليكون بصير عندي بوزيتف تايب ولما أضيف بنتا فييلنس إلمنت بصير ان تايب لما أضيف عنصر خماسي للسيليكون أو الجرمانيوم النقي بصير عبارة عن ان تايب بهاي الحال البي تايب لما أضيف له عنصر ثلاثي بيحكوله أكسبتور دونر اللي هو كاسب بصير يدور على إلكترون يكسبه لما أضيف له مادة خماسية بصير إمبيوريتي دونر بصير اسمه واهب بيكون عنده إلكترونات زيادة وبدو يوزعها فبيحكوله واهب إمبيوريتي دونر وهون أكسبتور دونر نيجي نشوف عندي هسا البوزيتف تايب قلنا بضيف له تري فيلنس إلمنت يعني بضيف له عنصر ثلاثي التكافؤ إيش عندي عنصر ثلاثي التكافؤ؟ عندي مثلا الألمنيوم إيش يعني ثلاثي التكافؤ؟ يعني في آخر مدار عندي ثلاث إلكترونات هاي إلكترون هاي إلكترونين هاي ثلاث إلكترونات هسا أنا هذا العنصر لإيش ضفته؟ ضفته لسيليكون أو جيرمانيوم السيليكون والجيرمانيوم حكينا في آخر مدارة عندي أربع إلكترونات فيهم فتيجي بتحط هاي هون أول ذرة سيليكون هاي هون ثاني ذرة سيليكون هاي هون ثالث ذرة سيليكون طبعا سيليكون أو جيرمانيوم ما بتفرق نفس الإشياء راح يصير عندي تيجي بدك تحط الرابعة من السيليكون ما في عندك إلكترون ترتبط معه هون فبتكون عندي هول الفجوة هاي فري هول تمام فري هول هس الهول هاي ما بصير تضلها هيك يعني على رأسها وهول لحالها وهول كله مرتبطات مع إلكترونات فبتصير تدور على فري إلكترون فري إلكترون ترتبط فيه فعشان هيك بيحكوله كاسب بصير يدور على إلكترون فاضي عشان يكسبوه البنتا فيلنت إليمنت لما أضيف عنصر خماسي قلنا بتكون من نوع النغاتف تايب حكينا بصير عبارة عن واهب مثال عندك الزرنيخ والفسفور إلى آخره مثلا عندي عنصر بي هس هذا العنصر قلنا إيش بنتا خماسي واحد اثنين ثلاث اربعة هاي خمس إلكترونات في آخر مدار عنده السيليكون أو الجرمانيوم فيهم أربع إلكترونات في آخر مدار فهي سيليكون وهي كمان سيليكون وهي كمان سيليكون اشتركوا في القناة